بدوره أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر ألعبادي وجود توجه دولي لحل الأزمة السياسية في العراق عبر الحوار وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي إن الحوار ما يزال مطروحا لحل الأزمة ويوجد هناك توجه دولي لدفع القوى السياسية باتجاه الحوار الوطني لافتان إلى أن أغلب القوى السياسية مع إجراء حوار سياسي وهذا بمثابة رسالة واضحة وأن الأجواء الروحانية للزيارة الأربعينية ستدفع باتجاه حل الأزمة وإجراء حوار بين القوى السياسية ونوه الوندي إلى أن موقف ائتلاف النصر واضح منذ البداية وهو ضد انسحاب التيار الصدري لأنه أدى إلى عدم تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للمواطنين مؤشددا على أن التيار الصدري يشكل جزءا مهما من العملية السياسية وابعاده وعدم مشاركته في أي حكومة سيعقد المشهد السياسي بالعراق